موسيقى نستطيع الفلاحة ستضعمهم استثمارات جديدة سننط الله نتمنى المسروع يتمكنون ان يأتي الثاني واليهم نتردد عن مواقع . ولكن الحمد لله ستطرق الفلاحة لئيا تنكسج الموجود اللي يوصل على الأقل لتغطية نظن ما يقرب 50% من الحاجيات اللي هي مسترة والفلاحة يطلبوا أنه تريع في الوتيرة ديال الشطر الآخر لحتى نوصله الهدف اللي كان مرسوم لهذا المشروع اللي هي 400 ألف متر مكعب سنوين الحفاظ على الفرشة المائية بالشوكة وتأمين الري في هذه المنطقة عن طريق تحلية مياه البحر بدلا من استعمال مياه الجوفية أهداف رئيسية لمشروع كبير ترافقه عدة تدابير تم اللجوء إلى تحلية مياه البحر عن طريق مشروع الشوكة لعنده عدة مميزات من أهمها أنه مشروع من الحجم الكبير سيوفر في السيعة النهائية اللي ستكون بعد سنوات ما يناهز 140 مليون متر مكعب من المياه المحلات لغا تنضف كقيمة مضافة للمياه التقليدية اللي كان في الجهة محطة تحلية مياه البحر بأجادير مشروع يطلع بأدوارها مه من خلال تأمين تزويد أجادير بالماء الصالح للشرب كما يهدف أيضا إلى الحفاظ على نشاط فلاحي يدعم مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة سوسماسة